أهلا بكم من جديد يبحث 30 رئيس دولة وحكومة يشاركون في ندوة توكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد في نسختها الثامنة التي انطلقت بتونس كيفية إنشاء عالم مستدام معا في السياق المعقد لجائحة كوفيد والوضع في أوكرانيا وتسعى اليابان إلى تعزيز الشراكة مع دول القارة فيما تأمل تونس لاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تتيحها الشراكة مع اليابان وبقية دول القارة وتدور مواضيع تيكاد حول ثلاثة محاور رئيسية تتضمن تعزيز الاقتصاد والبيئة المستدامة والسلام والاستقرار وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون ونظيره الفرنسي إمانويل ماكرون في ختام زيارة الأخير التي استغرقت ثلاثة أيام للجزائر إعلانا مشتركا من أجل شراكة متجددة ويأمل البلدان من خلال الإعلان في بدء حقبة جديدة تنهي التشنج في العلاقات في الأشهر الأخيرة لم يعد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى باريس خالي الوفاد فزيارة الثلاثة أيام التي جاءت عقب فترة تشنج في العلاقات بين البلدين أثمرت بالتوقيع السبت عن إعلان مشترك من أجل شراكة متجددة بين فرنسا والجزائر الإعلان المشترك يتضمن إعادة تنشيط التعاون بين البلدين في عديد المجالات تبدأ من الأمن إلى الاقتصاد والتكنولوجيا والابتكارة ثم الرياضة والثقافة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وصف خلال مؤتمر صحفي زيارة نظيره الفرنسي بالناجحة مضيفا أنها أتاحت تقاربا لم يكن ممكن لولا شخصية الرئيس ماكرون تبون نوه بالتعاون الأمني مع فرنسا هذا التقارب سيسمح لنا بتحقيق تقدم كبير فلقد لاحظتم أنه ولأول مرة منذ استقلال الجزائر يتم عقد اجتماع بحضور الرئيسين وكل المصالح الأمنية المعنية من كل البلدين بما في ذلك الجيش هذه سابقة تنم على عمل مشترك في مصلحة محيطنا الجيوسياسي ماكرون قال من جهته إن الإعلان المشترك يضع أساسا للتعاون في عدة مجالات عقدنا البارحة لأول مرة في تاريخنا اجتماعا جمع قائدي الأركان للجيشين والمديرين المختصين لبحث المسائل الأمنية والعسكرية التي أعتقد أنها مهمة للغاية بالنسبة لبلدين للتعاون الإقليمي والعالمي ووضعنا من خلال هذا الإعلان الأساس لمسائل عدة تخص تعاونا جديدا حول مسائل الذاكرة المهمة بأن قررنا لأول مرة في تاريخنا أيضا أن نكلف مع المؤرخين وبصفة خاصة فتح وتسليم الأرشيف ومعالجة كل المسائل الحساسة كما هو مبين في الإعلان من دون طابوها الرئيس الفرنسي كان شدد في بداية زيارته على ضرورة تجاوز سوء الفهم والخلافات المرتبطة بالذاكرة والحقبة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر والتركيز على بناء المستقبل والشباب ويبدو أن نتائج الزيارة سارت في هذا الاتجاه لقد قررنا أيضا على المستوى الاقتصادي والتكنولوجيا والابتكار والطاقة والثقافة والرياضة وعدة مواضيع أخرى إرساء أيضا هذا التعاون الجديد للشباب والقيام بذلك من خلال عدة مشاريع محددة في هذا الإعلان المشترك وينص إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة على رغبة البلدين في افتتاح حقبة جديدة وتبني مقاربة ملموسة وبناءة تركز على المشاريع المستقبلية والشباب وورد في الإعلان أنه يوفر إطارا لوضع رؤية مشتركة ونهج تنسيق وثيق لمواجهة التحديات العالمية الجديدة وبالإضافة إلى هذا الإعلان سمحت زيارة مكرون للجزائر بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون شملت خصوصا التعليم العالي والصحة والرياضة بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة بوليساريو في المطار الذي يزور تونس للمشاركة في القمة اليابانية الإفريقية المغرب يستدعي سفيره من تونس والأخيرة ترد بالمثل وتصدر بيانا لتبرير استقبال غالي في تونس وهنا نسأل إلى أي مدى ستنجح التبريرات التونسية في نزعفة للتوتر الدبلوماسي بين البلدين أو أن الأزمة بينهما سائرة نحو القطيع السياسية على العلاقات الأخوية هذا ما يردده معظم المغاربة وبعض زوار المغرب من التونسيين فهم يرون أن السياسة متقلبة والأخوة ثابتة سمعنا بالخبار الكوليكي بسرنان المغرب في تونس وحسن لهذا الشيء ما عنده حب علاقة مع الهوليسون بين الشعب التونسي وشعب المغربي اللي يحبوا بعضهم برشة برشة وعندهم مستوار ومستوار ومستوار وإن شاء الله العلاقة بينهما ترعبهم إزيانا ممكن السياسة تؤثر على العلاقة الأخوية دي المغرب والتونسة حيث عدنا طائفة وحدة دين واحد وعم أخوت وهذه الخلافات دي السياسيين هما اللي عارفين هذا الشيء ورش شاب تونشي شاب المغربي رايب أخوت تلمت لعقود مضت حارثة تونس اتباع سياسة محايدة في مسألة الصحراء حسب العديد من المراقبين الذين يرون أن استقبال الرئيس قيس عيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي أضر بهذا الحياد تونس لن تستفيد الشيء الكثير في مقابل أنها ضحت بهذه العلاقة وأنها ستخسر الكثير في الجانب الاقتصادي اليوم تونس مطالبة بالتراجع عن هذا الموقف والاعتدار للمملكة المغربية يعني درءا للمزيد من الشرخ صدعاء المغرب لسفيره من أجل التشاور ومقاطعته مؤتمر تيغا ثمانية هو احتجاج يعكس غضب الرباط لكنه لا يمتد للشعب التونسي الموقف المغربي هو موقف لتنبيه القيادة في تونس أما العلاقات الشعبين فمن الصعب في نفسه هي علاقة متكرسة من الصعب على هذا الإجراء أن يخلط هذه العلاقات لأن علاقات المغرب الشعب المغربي بتونسي هي علاقة تابتة على مر العثور هذا التوتر بين الرباط وتونس قد يعيد ترتيب الأوراق في العلاقة التونسية المغربية لكنه لن يؤدي في الوقت الراهن إلى قطع العلاقات الدبلوماسية حسب الأوساط السياسية المغربية استقبال رئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي أثار غضب السلطات المغربية وهذا متوقع بسبب ملف الصحراء إلا أنه بالنظر للعلاقات الأخوية العارقة بين البلدين فإن مراقبين يرون أن تغليب المصالح المشتركة بين البلدين قد يساهم في احتواء الأزمة عبد الحالي بقالي الحرة الرباط استدعاء تونس لسفيرها من الرباط لتشاور ردا على بيان المغرب بشأن رفضه استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في قصر قرتاش يره متابعنا هنا ردا طبيعيا على ما يصفونه بتحامل الموقف المغربي على الدبلوماسية التونسية الملتزمة بالحياد إذا ما يعرف بقضية الصحراء الغربية لا أظن أن هناك ستتعمق الأزمة أكثر من ذلك في حين أنه بيان وزارة الخارجية المغربية كان بيان متشنش جدا وجدا وجدا والمقلق حسب المعلومات المتوفرة حاليا هو ليس مشاركة الوفد الصحراوي بل هو استقبال رئيس الجمهورية للوفد الصحراوي وخاص بي استقبال رسم بروتوكولي في المقابل يصف دبلوماسيون تونسيون استقبال الرئيس سعيد لرئيس جبهة البوليساريو في قصر قرتاش بالتهور الدبلوماسي الذي يمكن أن يفقد تونس صفة الوسيط المحايد لحل الخلافات القائمة بين الجزائر والمغرب بشأن قضية الصحراء الغربية نعرف دقة هالملف هذا متع الصحراء الغربية ونعرف أن تونس بها التصرف هذا حرمت نفسها من صيفة الوسيط بالحسن بين الفرقاء اللي كان ديما هي تلعب والدور هذا يعني هذا على أهمية علاقتنا مع الجزائر الشقيقة جار جغرافي مباشر واستراتيجي وهنا في الداخل التونسي حذرت قوى سياسية من خطر أزمة دبلوماسية بين تونس والمغرب على اقتصاد البلاد وعلاقات تونس الخارجية بين الموقفين التونسي والمغربي بشأن استقبال رئيس جبهة البوليساريو هنا تتصدع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ويقدر متابعون أن رأب هذا التصدع يبقى مرهونا بوضوح الخيارات السياسية والدبلوماسية للرئيس سعيد في المرحلة المقبلة جلال موانع الحرة تونس لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس المحامي وعضو تحالف أحرار هادي الحمدوني ومن مراكشة في المغرب عبر سكايب القيادي بحزب الاستقلال والنائب البرلماني السابق عادل بن حمزة أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد عادل بن حمزة بيان المغرب متشنج كما وصفه البعض هل تحاملت المغرب على الدبلوماسية التونسية؟ توقع من الغريب أن يكون هذا الاستنتاج لأنه الاستفزاز هو استقبال زعيم ميليشيا انفصالية تحمل سلاح في مواجهة المغرب لمدة أكثر من 45 سنة وهي تهدد الشعب المغربي وتهدد استقرار المغرب إذن هذا هو الاستفزاز الأمر الثاني هو أن بلاغ الخارجية المغربية في الواقع لم يقم إلا بالتوصيف الواقع الذي أنتجه رئيس الجمهورية التونسية قيل سعيد على اعتبار أن تونس تاريخيا كان لها موقف واضح وهو موقف الحياد من قضية صحراء المغربية من الأزمة المفتعلة في صحراء المغربية طبعا هذا الموقف ممتد منذ بورغيبا بن علي وأيضا في العشر سنوات التي تلت الربيع في تونس هذا الموقف كان فهوما ومتفهما بالنظر إلى القدر الذي وضع تونس في جغرافية سياسية تميزت على مدى أكثر من عقدين بإكرهات ليبيا في المنطقة الشرقية مع العقيد القتافي وأيضا نبدأ بعسكري آخر في الغرب عن مستوى الجزائر وبالتالي كان متفهم الموقف التونسي وهذا موقف النخبة التونسية بشكل عام بل أكثر من هذا نابورغيبا كانت له مبادرات في اتجاه هذه القضية المفتعلة في قضية صحراء المغربية بين الجزائر والمغرب ولكن على كل حال لم تنجح مبادرته ولكن تونس كانت دائما محايدة وكان لها موقف واضح فيما يتعلق بهذه القضية مع الأسف منذ التحولات التي عرفتها تونس أو قرارات 25 يوليوز رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد أخذ بشكل واضح إلى الأطروحات الجزائرية وما شاهدناه يوم أمس هو تتويج لهذا الانحراف عن موقف الحياد سوف أعود إليك لكي نتحدث إن كان هو انحراف أو هو فقط موضوع مرتبط بالقمة الأفريقية التي تستضيفها تونس كما تقول تونس ولكن أتحول إلى ضيفنا من تونس السيد هادي الحمدوني وهو ملف حساس سيد الحمدوني جدا بالنسبة للمغرب لماذا تدخل تونس نفسها في مثل هكذا موقف يثير حفيظة المغرب مساء الخير وبع الشكر نتمنى أن نتخذ دائما هذه المواقف التي تنحاز إلى قانون المنظمة التي نحن موجودين فيها وقد كنا من المؤسسين فيها بعد خروج المغرب منذ البداية لرفضها لقبول جبهة البوليساري وما يسمى الآن الجمهورية العربية السحراوية الديمقراطية نحن كنا مؤسسين وأمضينا ميثاق يقتضي احترام قانون الاتحاد الأفريقي احترامنا للقانون أثار حفيظة المملكة المغربية بالأقول السلطات المغربية دون الحديث عن الشعرب المغربي الشقيق والذي سيبقى وسيظل شقيق رغم كل الخلافات فالقرار والبيان المغربي وصف تونس بالعداوة ونحن جيران طيبون لا نرى في موقفنا أي عداوة نحن تعاملنا مع دولة عضو اعترفت بها المغرب ذمنيا سنة 2016 2016 2019 كدولة وجلست معها جانبا إلى جنب فما أثار حفيظة المغرب هو سبب خفي هو تقارب تونسي الجزائري نحن التزمنا الحياد في سياساتنا الخارجية بخصوص هذا الملف نحن نقبل أي معناها فض نزاع بين الأطراف المختلفة في هذا النزاع نحن نرى الجميع على فرد المسافة ونصف المسافة نحن نقبل الجميع على أردنس ولكن البعض من التونسين بحد ذاتهم وصفوا موقف قيس سعيد الرئيس التونسي قيس سعيد بالمتهور دبلوماسياً خاصة الموضوع أنه استقبل هذا الضيف الذي ترفض المغرب أن يستقبل كرئيس دولة استقبله في قصر قرطاج لماذا تدخل نفسها تونس في هذه المعمعة إذا صح التعبير على الأقل نملك من الديموقراتية أن نعارض موقف قيس سعيد بكل أطرق والمواطنين التونسيين أن يعترضوا على موقفه مهما كانت حجاجهم البيان الرسمي للخارجية التونسية كان واضحاً وفسراً وأوضحاً للمرة الألف البرتوكول المتبع بخصوص استقبال الضيوف لتونس نحن الدولة وانتهى بأن نحن دولة ذات سيادة تحترم القانون دولي وتحترم الجميع مرحباً بالجميع على دولة تونس معدى دولة إسرائي نعم أعود إليك مرة أخرى ضيفنا من مراكش ونتحدث عن التبريرات التي قدمتها تونس بما فيها هي دولة ذات سيادة بما فيها أن هذا الضيف الذي هو على أراضيها لديها بروتوكول معين تقوم باستقبال فيه الضيوف وهو جاء لكي يشارك في قمة طوكيو كيف يمكن أن ينظر إلى هذه التبريرات التي قدمتها تونس أولاً إذا سمحتي لك مستويات لأرد على هذه الأطروحة الأمر الأول يتعلق بالإطار الذي يؤثر عمل تيغاد لابد هنا من تذكير بأن الممثلية اليابان لدى الاتحاد الإفريقي أصدرت مذكرة شفوية بتاريخ 19 أغسطس 2022 تؤكد فيه أن الدعوة الوحيدة المقبولة للقمة للمنتدى هي التي تتضمن توقيع رئيس الوزراء الياباني ورئيس الجمهورية التونسية وأن غير ذلك لا يعتبر استدعاءا رسميا للمنتدى إذن السلطات التونسية خالفت هذا الأمر ووجهت الدعوة بشكل منفرد للجمهورية الوهمية هذا الأمر الأول الأمر الثاني كيف يستقيم الحديث عن الحياد ونرى رئيس الجمهورية يستقبل زعيم ميليشيا الفصالية في القصر الجمهوري ويضع علم الجمهورية الوهمية والسلام بين قوسين والسلام الوطني والتحية العسكرية هذه الأمور لا يخرج رئيس الجمهورية لاستقبال إلا رئيس الجمهورية هذا يقتدر البروتوكول إذن إذا لم تكن هذه الرسائل أيضا يجب دام التذكير بأن تونس لم تخرج في موضوع الصحراء عن الحياد فقط بهذه الواقعة بل يجب أن نتذكر أن قرام جسد أم 26 سفر 2 تونس وهي الدولة العربية في مجلس الأمن امتنعت عن التسويد وهي تقول في بيروزارة الخارجية التونسية أنها تساند مصار الأمم المتحدة في حين أنها امتنعت عن التسويد هذا يدل على أن هناك داخل الرئاسة الجمهورية في تونس هناك وجهة نظر تتشكل ترتبط بصورة أساسية تبعية للنظام الحاكم في الجزائر وأن هذه المواقف المتواترة لقيس سعيد فيما يتعلق بقضية سحراء المغربية وفيما يتعلق بالعلاقة مع المغرب تؤكد أن قيس سعيد اختار أن يخرج بتونس من الحياذها التاريخي واختار أن يكون طرفا وأن يكون جزءا فقط أتمم الفكرة أن يكون جزءا من لعبة محاور كانت تونس دائما ترفض أن تسقط هذه الفكرة مباشرة إلى سيد الحمدوني هل توافق على هذه الفكرة بأن هناك وجهة نظر تتشكل حول أن تونس تذهب مع هذا المحور مع المحور الجزائري بشكل واضح يعني فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الملف لا يمكن لتونس أن تخاطر بحيادها وبقربها من نفس المسافة لكل أجوارها قلنا ونكرر نحن أجوارهم جيدون نحن نرفض التبلي والتجني على الدولة التونسية وسياستها الخارجية التي نرها إلى حد الآن واضحة بخصوص موقفها بخصوص النزاع القائم النزاع يشمل المغرب والجزائر نحن لا دخنا لنا ولكن يبدو أن الموقف التونسي يميل بشكل أو بآخر لكي يتمهى مع الموقف الجزائري وموقف الجزائري واضح وهناك علاقات متشنجة جدا بين الجزائر والمغرب لا يجب نقل التشنج بين الدولتين المغربية والجزائرية إلى تونس حتى موقف ضيفك كان متشنج كتشنج الموقف الرسمي لبلاده نرى بأنه هناك عبث سياسي بالدبلوماسية الخارجية المغربية وخاصة مع الإشقاء وبما فيها تونس قلنا نحن نحترم القانون الدولي نحن نحترم كل الدول التي كانت عضوة أو تزال عضوة اعترفت المغرب ضمنيا بحضورها مع هاتي جبه التي تراها جمهورية وهمية لها أن تحل خلافاتها الخارجية وخلافاتها الداخلية بنفسها دون تدخل من طرف تونس ولنا أن نؤسس سيادتنا التونسية على أساس القيم القانون الدولي الذي يقتضي مبدأ المعاملة بالمثل ويقتضي مبدأ سيادة الدولة على إقليمها ويقتضي سيادة قرارها وحقها في تقرير مصيرها نحن لا نلتزم بتعليمات أي كان مهما كان نحن نحترم طبقا للقانون الدولي نحن نحترم المغرب كما نحترم الجزائر كما نحترم دولة عضوة في الاتحاد الأفريقي جلست إلى جانبها المغرب أكثر من مرة وليس لنا أي دخل في ذلك ولا هم منا كل الاحترام مقبولين جميعا على أرض تونس وإن شاء الله الخير وسلام واللي هو شعار القمة يعمل جميع البلدين بما فيها المغرب ويكون له استقرار نعم نعم كنا نريد أن نأخذ موقف أيضا منك ولكن يبدو أن موعد أو توقيت هذه الموقع لا بد أن أقدم فقط فكرة بسيطة لأن الحماس لا يغير الحماس لا يغير وقائع الأرض تونس تجلس مع إسرائيل في الأمم المتحدة هل تعترف تونس بالأمم بإسرائيل وهي تجلس معها في الأمم المتحدة جلوس المغرب في الاتحاد الإفريقي لأنه يعرف أنه أكثر من نصف أعضاء الاتحاد الإفريقي يرفضون هذه الجمهورية الوهنية لو طبق ميتاق الاتحاد الإفريقي لتم قرض هذه المنطبة منها شكرا جزيلا لكم ضيفي المحامي وعضو تحالف أحرار هادي الحمدوني وأيضا من مراكش في المغرب عبر اسكاب القيادي بحزب الاستقلال والنائب البرلماني السابق عادل بن حمزة شكرا لكم اشتركوا في القناة